في عندنا تركاة بسيطة ماحتاجيني يبقى عارفينها إحنا اتفاعنا دايماً וא�حنا بنصمم لو الsection عندك تطلع ليه كذا حالة تعتبر دايماً القطاع أضعف لأن دا مور سيف فاتخال مثلاً لو إحنا عندنا الكاميرا زي الكاميرا دي لما جيت أحسب لها البكابيتل وأنا بحسب من SIN TA lain البراطة لعليمين الكاميرا ل SIN TA lain البراطة لعلي شمال الكاميرا حالين البراطة لعليمين الكاميرا موجودة هنا فانا هقطع سنتا لان في وسطها بالزبط يعني مسافيه تبقى بكام متر ونص لها مصر التلاتة لكن سنتا لان البراطة اللي على شمال الكاميرا انت اخد بالك ان البراطة دي على شمال الكاميرا اللي هي طولها 7 متر والبراطة دي كمان على شمال الكاميرا اللي هي طولها 4 متر طب لما اجي حسب الناحة التانية اخد سنتا لان البراطة الكبيرة ولا الصغيرة يعني المعنى صح اخد الطول دايب اهو دا البي كابيتل ولا الطول دا لكن انا طبعا المورساف ساعتها تعمل ايه؟ تاخد طبعا البي كابيتال ازغر عشان تعتبر القطاع بتاعك اضعف فساعتها هناخد عندنا الطول الصغير ده هي تاخد متر ونص من هنا واتن متر من هنا تطلع تلاتة متر ونص حاجة كمان تخيل لو مسألة اللي عندنا دي مثلا التي اس بتاعت البلاطقة مختلفة يتخيل هنا مثلا كانت التي اس ب120 ميلي هنا ب160 وهنا ب180 ميلي وانا بحسب القيمة بتاعت البي كابيتال اللي هي كابيتساوي عندنا 16 تي اس زائد البي سمول اختار اني تي اس فيهم ال120 ولا ال160 ولا ال180 طبعا المورساف ناخد مين زي ما اتفقنا ناخد الاظر اللي هي تبقى 120 ميلي زي ما قولنا عشان بقى مورساف انت تعتبر بي بتاعتك اقل يبقى دايما كنسب التصميم لو عندي في كذا حالة ينفعل القطاع في الحالة دي انا بشوف اني حالة لتعتبر القطاع اضعف دي اللي هشتعل عليها لان ده مورساف لان لو انت اعتبرت القطاع بضعك اضعف اثناء التصميم في الحالة دي وانت بتصمم هيطلع الدبس اكبر وتسليح اكبر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر